عاجل بعد ما يحدث في العالم الآن مصر بتوجه رسائل نداء أخيرة لإثيوبيا لانشر التفاصيل وخبير مصري بينشر مفاجأة عن سند النهضة والرد المصري والتعويم الثاني للجنيه تفاصيل توقعات بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعاجل في مصر غلق أحد أشهر الموانئ في مصر وعاجل مصر تعلن زراعة محصول بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر وبيان عاجل من الحكومة وتحذير للشعب المصري من الأرصاد ننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول وعاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر معنا والتعويم الثاني للجنيه تفاصيل توقعات بتخفيف قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية قالت جي بي مورغان نتوقع أن تكون هناك حاجة لتخفيف قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مقدرا أن الجنيه المصري أعلى من إمت الحقيقية بنحو 15% وتم عرض سعر العملة وهو مستوى أكبر من القيمة العادلة للجنيه عند جي بي مورغان بنحو 10% ويرى جي بي مورغان أن الحكومة المصرية قد تغطر أحد السيناريوهين الأول ابقاء سعر عملتها عند المستويات الحالية دون تغيير مع انخفاض قيمته الشرائية والآخر خفض قيمته أمام الدولار مثل ما حدث في عامي 2014 و2015 حينما خفضت قيمة الجنيه كجزء من التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2017 بلغت دولار الأمريكي مستويات قياسية أمام الجنيه المصري وتخطى مستوى 18 جنيه لو حضراتكم تتذكروا كان سعر الدولار الواحد بيساوي أكتر من 18 جنيه مصري طب مين هي يعني شركة جي بي مورغان اللي بتقول لنا هذا الكلام شركة جي بي مورغان هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوز على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم يعتبر مؤشر جي بي مورغان أحد أكثر المؤشرات تتبع من قبل مستشاري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء المصدر معنا كان من صحيفة الرئيس نيوز وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر هذه هي بكل بساطة شركة جي بي مورغان للاستثمارات اللي يعني الخبراء بيستندوا ليها في بعض القضايا الاقتصادية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل بننتقل مع بعض الخبر آخر وبعد ما يحدث في العالم الآن مصر توجه رسائل نداء أخيرة لإثيوبيا ننشر مع بعض التفاصيل وزير الخارجية المصري سامح شكري اتهم إثيوبيا بالإمعان في خرق التزامية في إطار إعلان النبادئ الموقع عام 2015 من خلال التشغيل وحادي الجانب لسد النهضة وأعرض شكري في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 157 لمجلس جمعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن تقدير مصر للمسندة العربية للموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة وأضاف أعيد التأكيد على ثوابت هذا الموقف فأؤكد رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي وهو ما يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 وذلك بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين وأعرض سامح شكري وزير الخارجية المصري عن قلق مصر الشديد لكون هذه الانتهاكات للالتزامات إثيوبيا بمقتضى قانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبيا راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية وهو ما سابق أن ألحق أضرارا جسيمة بجيران إثيوبيا بما في ذلك الصومال الشقيق أضاف تتطلع مصر الاستمرار دعم شقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتصاقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 المصدر معنا كامل صحيفة الأهرام المصرية وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر ويتعلق أيضا بسد النهضة وخبير مصر ينشر مفاجأة عن سد النهضة والرد المصري قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي في حديث من صحيفة RT نصار الأقمار الصناعية أظهرت جريانا محدودا في حوض استقبال مياه التوربين في سد النهضة رغم مرورة 19 يوما على الافتتاح الرسمي أضاف أن المياه ما زالت تتضفق أعلى الممر الأوسط ما يؤكد ضعف التشغيل وأن كمية المياه التي تعبر الممر الأوسط أصبحت أقل قليلا من الشهور الماضية ليس فقط بسبب التشغيل ولكن لأن الأشهر السلاسة الماضية فيها أقل تصريفات النيل الأزرق في منطقة سد النهضة متوسط 30 مليون متر مكعب الدكتور شراقي قال أنه من المتوقع أن يجف الممر الأوسط خلال الأيام القادمة في حالة تشغيل التوربين ساعة أكثر وقال أنه لو كانت إثيوبيا جاهزة لزيادة ارتفاع سد النهضة كان من الممكن فتح بوابتي التصريف وهما قادرتين على تكفيف الممر الأوسط خلال يومين فقط وهذا لم يحدث حتى الآن وحسب الدكتور شراقي فإن التخزين السالس يختلف عن العام الماضي إذا كان يتطلب رفع الممر الأوسط بـ 250 مترا فقط بخلاصانا دون أي أعمال فنية إما هذا العام فإنه يتطلب رفع الجانبين والممر الأوسط معها بطول ألف متر وبالمقدار ذاته وأضاف أنه في المستوى الحالي توجد أعمال التوربينات العلوية وهو ما يستغرق وقتا أطول بينما المتبقي هو حوالي ثلاث أشهر فقط وقد تضطر إيثيوبيا لرفع الممر الأوسط بمقدار عدة أنطار لتخزين أقل من مليارين متر مكعب شراقي قال برضو أن المفاوضات ما زالت مجمدة ولا تلوح في الأفق أي بوادر معلنة لاستئدافها قريبا المصدر معنا كان من RT وأترك لحضراتكم التعليل على هذا الخبر هذه كانت آخر أخبار سد النهضة والبيان المصري اللي طالع من وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري بيؤكد أن مصر ملتزبة وإيثيوبيا ليست ملتزمة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر من تلمع بعض الخبر آخر وعاجل في مصر غلق أحد أشهر الموانئ في مصر وأعلنت الهيئة الاقتصادية القناة السويس في مصر مواصلة إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية بعد إغلاقه الخميس الماضي وأغلقت الهيئة الاقتصادية القناة السويس الميناء في تمام الساعة الخامسة بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر المتوسط وتوقف الحركة الملاحية والصيد داخل الميناء وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة الماضية مع زيادة شدة الأمطار في عدد من المحافظات بينها القاهرة التي زادت نسبة سقوط الأمطار فيها 30% مقارنة باليوم حيث سيكون طقس غدا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مدن القناة شمال الصعيد نهارا وضح تهيئة الأرصاد الجوية أن في عدد من الظواهر الجوية التي ستشهدها مصر منها زيادة حدة الأمطار ونسبة سقوطها على القاهرة مع نشاط الرياح كما يسود طقسا غائما جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر وشبال الصعيد بينما سيكون مشمسا على جنوب الصعيد كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابا من جميع الجهات حيث سيكون البحر المتوسط مضطربا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمطار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية وسيكون البحر الأحمر مضطربا مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمطار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية المصدر معنا كان من القاهرة 24 وهذا كان يعني بيانا من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الطقس احنا قلنا خلاص يعني ان الصيف دخل وهنبدأ نخفف هدومنا ولكن يعني نتفاجئ ان درجات الحرارة بدأت انها تنزل وفيه كمان في بعض المناطق أمطار خفيفة المتوسطة اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتلم بعض الخبر آخر وعاجل مصر بتعلن عن زراعة محصول بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر أعلن مدير معهد المحاصيل الحقلية في مصر رضا محمد أن مغزون القمح في مصر بيكفي الاستهلاك لمدة أربعة أشهر وسيبدأ موسم حصاد القمح في منتصف شهر إبريل أضف في مدهلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والذي يعرض على القناة الأولى أن هذا يعني إضافة أربعة أو خمس أشهر أخرى للاحتياط المصري وبالتالي فليس هناك ما يدعو إلى القلق وسيكون لمصر مغزون استراتيجي يكفيها لفترة زمنية قد تصل لعشرة أشهر أشار إلى أن المساحات الجديدة في شرق العوينات وتشكى ومستقبل مصر أضافت الكثير للزراعة المصرية بعدما تم استصلاحها وضح هذا العام حدث شيء غير مسبوك في تاريخ القمح بمصر حيث أعلن عن سعر توليد قبل الزراعة وهو ما نتج عن تحقيق مصر المساحة المنزرعة الأعلى في تاريخها المصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الحكومة والتحذير للشعب المصري من الأرصاد وحذر الرئيس معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر محمد علي فهيم المواطنين من منخفة جوي يسيطر على كافة أنحاء البلاد وأوضح فهيم أنه تندفع كميات كبيرة من الرطوبة وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال مصر مع وجود منخفة حراري في السودان وجنوب الصحراء يسبب حالة من عدم الاستقرار وجذب كميات ضخمة من الطيارات الهوائية شديدة البرودة من شمال أوروبا وأضاف فهيم أن منخفضا جويا قادما من أوروبا هيصل إلى مصر عبر إيطاليا واليونان ويتسبب في نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وبيشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجابة سرعات الرياح من 40 ل 55 كم في الساعة ويتسبب في انخفاض درجات الحرارة ليعود الطقس الشتوي شديد البرودة ليلا لتلامس الحرارة 5 إلى 6 درجات ليلا بره أخرى على مناطق كثيرة من الجمهورية وتستمر سيطرة القتلة الباردة طوال الأسبوع المقبل لتعود أجواء شهر طوبة مرة أخرى ما قد يسبب أثارا سلبية على أشجار الفكهة بالتحديد ووضح أن حالة الطقس هتتسبب في ارتباك عمليات النمو للبطاطس الصيفية والفصولية والتحجيم والتلوين في الطماطن بمحافظات الصعيد إلى جانب عمليات ملء الحبوب في الفول والبسلة والكمون والينسون والحمص والحلبة ووصف هين بضرورة ضبط الري وإضافة مركبات البوتاسيوم مع المياه أو رشها بالبوتاسيوم بواقع 10 أو 12 كيلو مع الري بالغمر و4 إلى 5 كيلو من الري بالتنقيد ونطرات وسطرات البوتاسيوم رشا بمعدل 6 إلى 8 بيلي متر لكل لتر إما عمليات الإخصاب والعقد في معظم أشجار الفكهة وتحديدا المانجو والعنب والزاتون والنخيل فسوف تتأثر لذا وجب الاهتمام بضبط الري قدر الإمكان وزيادة إضافة مركبات عالي الفسفور وحامد فسفوريك مع الري والراش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط المصدر معانا كان من الوطن أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وبكده لكون يعني وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى أن أنا أكون عند حسن ظنكم بإذن الله وأتمنى تكون الأخبار فادت حضراتكم وأنكم استفدتم منها إن شاء الله أشوفكم فيه فيديو جديد وقريب بإذن الله ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو على صفحتكم الشخصية أو في المجموعات عشان غيركم يستفيدك أنا معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا إي بي على فيسبوك وعليتيوب بنفس الاسم وكان أيضا معكم أبا نوب خلفاو المسؤول عن المنتاج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته